اشتركوا في القناة اكيد تعد بالكثير وذكر بتاقم تحكيم اللقاء اليوم بقيادة سيد مفتاح العالمي امامنا على الصورة طبعا شهاب ليلي اليوم حوار تونسي تونسي خالص من خارج خطوط الملعب قلنا فريق التعاون يسعى لتحقيق مزيد من النتاج حسامها فريق النصر لصالحه بهدف واحد مقابل لشي هدف اللاعب عبد السلام المقصبي الشهير بي بي تي هدي محاولة لفريق النصر لكن تدخل ناجح من فتح الطلحي تورغي ونننو يلعب كورتا سريعا داخل منطقة العمليات وفرصة لكن فتح الطلحي محاولة أولى لصالح فريق النصر للوصول لشباك فريق التعاون لكن خبرة فتح الطلحي كانت في الموعد في اللقطة الماضية جانب أبرز الغايبين تلنداي السينيغالي وخطاب النجار هدي محاولة تسديد البعيد هدف رايع من عامر التورغي يفاجئ الجميع ويفاجئ فتح الطلحي بهذا الهدف الجميل من تسديدة أطلقت على نحو مفاجئ يستطيع عامر التورغي وهذه فرحة أصيل المقصبة الكرة من البرازيلي لننهو وشوف كيف فاجأ جميع عامر كان يظن البعض أنه حيسدد يمر لكن أطلق تسديدة بشكل قوي جدا خادعت فتح الطلحي عامر التورغي وعامر التورغي مباشرة إلى شباك فتح الطلحي فرش يحاول يمر يفضل التمرير وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن تسدي ناجح من أصيل كرة سريعة عن طريق الشامخ وجوم سريعة لصالح فريق التعاون محاول تسديد من بعيد لكن تغادر عامر التورغي عامر يلعب كرة وفرصة لصالح فريق النصر لكن في صافرة لكن يخطف التمرير تعود لصالح فريق التعاون وفرصة لأصيل فرصة لصالح فريق التعاون لتعديل النتيجة وفرصة لصالح فريق النصر محاولة توغل للبرزينا لكن ماذا يقول حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق النصر ركلة جزاء لصالح فريق النصر شوفوا لعادة توغل لنانينو ودائما لعادة فيها إفادة لنا ولكل سادة المشاهدين ركلة جزاء لصالح فريق النصر في التنفيذ سالم لمسلاتي سالم لمسلاتي وفتح الطلحي والحوار بينهما وهدف لصالح فريق النصر هدف لصالح فريق النصر عن طريق قائد الفريق سالم لمسلاتي يمر بشكل ممتاز بشكل رائع نانينو لكن الكرة تغادر أخيرا إلى الركنية فرج يلعب كورتا للعب البديل طيب العبيدي وأصيل المقصبي كورة ملعوبة وترجع وهدف هدف لصالح فريق التعاون ينجح فريق التعاون في تقليص الفارق في هذه الأونة إذن هدف تقليص الفارق لفريق التعاون استطاع فريق التعاون أن يقلص الفارق بهذه الطريقة طيب العبيدي هو من رفع الكورة من الركنية وحنشوفه صاحب الهدف حنتأكد من صاحب الهدف هو اللاعب الامامنا على الصورة اللاعب رقم أربعة التونسي ماهر لعبيدي إذن ماهر لعبيدي صاحب هدف تقليص الفارق بالنسبة لفريق التعاون هدف سيشعل المنافسة كرة مرفوعة من الركنية من البديل طيب لعبيدي والرأسية تأتي من اللاعب التونسي ماهر لعبيدي لكن تدخل من جديد ترجع كرة لنفس اللاعب طيب لعبيدي يحاول يتواغل في المرة الأولى بشكل ممتاز ويلعب كورتا وترجع من جديد لو ترجع لكن الحكم اللقاء يعطي الأسبقية تعود لصالح فريق التعاون مرة أخرى حاول فريق التعاون يضغط في هذه الدقائق من أجل العودة إلى أجوال مباراة وتعديل النتيجة والتعاون وهذه المحاولة الأخيرة لصالح فريق التعاون وحنشوف في العادة دائماً إفادة لنا ولكل السادة المشاهدين وشفنا ردة فعل حكم اللقاء قوة في هذه الدقائق الأخيرة تمريد داخل منطقة العمليات ومحاولة تسييل ومرور فعلاً لكن تبقى الكرة في اللعب لصالح فريق التعاون لكن التغطية حاضرة من خط ظهر فريق النصر تعاون الكرة في اللعب حكم اللقاء يعطي الأسبقية لصالح فريق التعاون شوفوا يعادل اللقطة الماضية كرة رجعت من فكرون شوفوا اللقطة الماضية محاولة تهيئة الكرة وتدخل كامل سالم سلاتي لأمامنا على الصورة حكم اللقاء يعطي الأسبقية كرة ملعوبة لكن تمر إلى ركلة مرمى في الدقائق الأخيرة من نجل العودة المباراة وفي هذه الأونة حكم اللقاء سيد مفتاح العالمي يطلب صفيرة نهاية الدقائق الشوط الثاني واللقاء بتفوق فريق النصر على فريق التعاون بهدفين مقابل الهدف ليحق فريق النصر الفوز الثامن في هذا الموسم